الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مدولي يتابع موقف التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويوضه بالالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذه وتعويض المستحقين تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع والستين بعد المائتين على التوالي وواشنطن تدعو إسرائيل لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرينيتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم عن التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي جاء ذلك حسب ما صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس حيث أكد رئيس المجلس النواب أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن وشدد رئيس مجلس النواب على أن ثورة الثلاثين من يونيو قد غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث وخلقت مسارا جديدا للعمل الوطني بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها مودهان التحية للشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراق منه بأهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد كما وجه المستشار الدكتور دبالي تحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من وادب وطني بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو وخلال برقية التهنئة أكد رئيس مجلس الشيوخ أن تلك الثورة مثلت حدثا فارقا في حياة الشعب المصري بل والمنطقة العربية والعالم بأسره لما مثلته من نقطة فاصلة في مواجهة قوى الظلام والتطرف والإرهاب فكشفت حقيقتها ودحرت خطرها وأنهت وجودها داعينا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الأبي وأن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير والأمان تحت قيادتكم الحكيمة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ثورة ثلاثين من يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتي تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصري ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن جاء ذلك في برقية التهنئة التي بعثها للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الثورة حيث أشار رئيس الوزراء إلى قروج الملايين جميعا على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في التاريخ والتي نجحت في استعادة هوية الوطن وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف القطاعات سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبهذه المناسبة التاريخية عاهد رئيس الوزراء الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل استمرار مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المريدة على الرئيس السيسي بالتوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بتقدم ورقي والازدهار وعلى أبناء الشعب العظيم بالخير والسلام بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو وخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زكي أن ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية شهد ثورة شعب مصر العظيم التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وبهذه المناسبة أكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء الشعب المصري يؤكدون على أنهم في مقدمة الصفوف دفاعا عن الوطن وعن حماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل أداء الواجب المقدس الذي كلفهم به شعب مصر العظيم لتظل مصر دائما حصن أمن وأمان لكل المصريين هذا وبعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مواثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو وخلال البرقية تقدم وزير الداخلية وهيئة الشرطة بأبلغ عبارات التهنئة للرئيس السيسي مؤكدا على أن الاحتفال بكل الذكرى الوطنية يأتي تجسيدا لنجاح إرادة شعب أبي احتمى بحكمة قائده وثار في وجه جماعات الشر بدافع الحفاظ على هوية وطن أهدى للإنسانية منذ فجر التاريخ قيم الحضارة ليسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود وستبقى على مر الزمان تحتي لقادم الأجيال ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لترابي هذا الوطن العزيز عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضاري العالمي في دورة الثانية عشرة والمقرر أن تصديفها القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل وخلال الاجتماع عبد مدبولي الاهتمام بمختلف الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بعقد المنتدى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كما أكد مدبولي أهمية الاستمرار في متابعة مختلف الأعمال والإجراءات والترتيبات اللوجستية والتنظيمية والإعداد الموضوعي المتعلق باستضافة فعليات المنتدى وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وصولا للانتهاء من تلك الترتيبات اللازمة وفقا للتوقيتات المقررة وبما يضمن ظهور المنتدى بالصورة المشرقة التي تعكس قدر مصر ومكانتها وقدرتها على تنظيم مثل تلك الفعليات الدولية تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراقة في هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق الذي يحظى باهتمام ومتابعة دائمة من القيادة السياسية خلال الاجتماع شدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطة التطوير واستمرار صرف التعويضات للمستحقين وكذا مؤصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة مع التصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف ومنع عودة المظاهر العشوائية وتم استعراض الإجراءات المتخذة من جانب الوزرات والجهات المعنية لاستكمال مخطة التطوير بجزيرة الوراق استعرضت وزارة الداخلية جهودا في مجالات مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والإثجار غير المشروع بها لا شك أن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تلقي بظلالها السلبي على المجتمعات وعائقا أمام عمليات التنمية لذا يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام فرصة للتوعية بمخاطر المخدرات وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمواجهتها وتعد مصر من أكثر الدول التي تتميز أجهزتها الأمنية بالاحترافية في التصدي لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مصارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها في ظل تنامي ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الاصطناعية خاصة مادة الكريستال والاعتماد على الأساليب الحديثة في التهريب والتوزيع والدفع إلكترونيا من هنا تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولي للتصدي لمحاولات التهريب برا وبحرا وجوا ما كان له صدى إيجابي في تحقيق العديد من النجاحات حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالي في ضبط العديد من قضايا الجلب والتهريب استخدمت فيها وسائل مبتكرة لإخفاء المخادرات وجاءت أبرز القضايا بمضبوطات بلغة 550 كيلو جرام كوكاين وتسعة أطنان ونصف الطن من مخدر الحشيش واثنين عشر مليونا ونصف المليون كرس مخدر العقار الكبتاجون وسلسة ملايون كرس العقار الترامدون المخدر وستة وأربعين كيلو جرام من مخدر البودر واثنين كيلو ونصف كيلو جرام من مخدر الايس بقيمة مالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بسلاسة مليارات ونصف المليار جنيه وطورت الأجهزة الأمنية من تقنياتها لمجابهة ظاهرة استخدام المنصات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات الترويج ونجحت في مواجهة هذه الظاهرة وتمتد عمليات المكافحة إلى ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة لتنجح في ضبط ثمانين وثمانين قاضية غسل أموال خلال عام بقيمة مالية قرابة تسعة ونصف مليار منيها متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة وامتدت أوجه التعاون الدولي في مجال المكافحة إلى حرص مصر على استضافة فعاليات دولية في هذا الاتجاه منها الزيارة السنوية لمسؤول أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعي الإجرائي الأولى وكذا المشاركة في المؤتمرات الدولية للتنصيق والتشاور لتكثيف جهود المكافحة وإيمانا من وزارة الداخلية بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المواد المخدرة يتم عقد لقاءات بصفة دورية مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بالآثار والتداعيات السلبية للمواد المخدرة على المجتمع وتهديد تماسك الأسرة كما تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من مرويج المواد المخدرة الذين يستغلون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة هي جهود متوازنة تقوم بها وزارة الداخلية نحو حجب المواد المخدرة والتوعية بمخاطرها وصولا إلى مجتمع آمن من مخاطر هذه السموم القاتلة إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصارة أو تحقيق الأمن يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عضوانه على أنحاء قطاع غزة لليوم الرابع والستين بعد المائتين على التوالي مع استمرار ارتكاب المجازر وقصف المباني السكنية وبراكز الإواء وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على بيت لاهيا وجباليا بشمالي قطاع غزة كما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في مخيم نصيرات بوسط القطاع ومدينة رفح الفلسطينية بجنوبي القطاع كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأجزاء الشمالية الشرقية من خان يونس هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى سبعة وثلاثين ألف وسبعمائة وثمانية عشر شهيدا وستة وثمانين ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين مصابا مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت أربع مجازر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رحى ضحيتها ستون شهيدا ومائة واربعون مصابا بلا هوادة تتواصل حرب الإبادة فمنذ أربعة وستين يوما بعد المائتين لا زالت سماء قطاع غزة ملبدة بطائرات الاحتلال تقصف شمالا وجنوبا مرورا بالوسط ولا زالت مدفعية الاحتلال الرابدة على حدود القطاع وفي بعض مدنه تواصل القصف العنيف والعشوائي على المنازل الآمنة كما لا زالت المجاعة هي السمة الرئيسية في القطاع قصة في شماله المأزوم فمن الشمال انتشرت تواقم الدفاع المدني لانتشال ضحايا الغارات العنيفة على عدد من المناطق أبرزها بيت لاهيا وجبليا وفي الوسط كان مخيم النصيرات هو أبرز المناطق المستهدفة ففي بلدة المغرقة نسفت طائرات الاحتلال مبان سكنية لتسقط على رؤوس ساكنها ويدفن تحت أنقاضها العديد ومن نجى فهو مصاب لا يجد ما يطيب جرحه وفي الجنوب كان المشهد مشابها حيث نسفت مدفعية الاحتلال مبان سكنية غرب مدينة رفح الفلسطينية ونشطت مدفعية الاحتلال في الأجزاء الشمالية الشرقية من خان يونس ووسط رفح الفلسطينية لتسجل السلطات الصحية مجازر جديدة أما مشاهد المجاعة التي تكتاح القطاع بسبب عدم دخول المساعدات فحدس ولا حرق فبحسب تقرير دولية فإن نحو 96% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام حاد للأمن الغزائي وأن المصار الأخير لتقديم مساعدات الإغاثة في غزة سلبي وغير مستقرة إلى حد كبير وضع يرزح خلاله أهالي قطاع غزة بين قصف لا يرحم صغيرا أو كبيرا ومجاعة لم تترك طفلا أو مسنا وجهود سياسية دولية لإنهاء العدوان لا تسمن ولا تغني من قوة أرقام غير مسبوقة حاولت المنظمات الأممية جمعها عن عدد الأطفال المصادين بأعاقات جسدية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة في هذا الإطار ذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها أن نحو ألف طفل يفقدون ساقا أو أكثر منذ بدء الحرب في غزة وأن الأرقام في تزايد مستمر ليست مجرد أرقام صادمة بل صارت خناجر في خاصرة الإنسانية ليسوا أرقاما هؤلاء الأطفال الذين لم يتعمد الاحتلال إلى قتلهم فحسب بل صار يتفنن في تحويل من تبقى منهم إلى بقايا طفل بقايا حلم وبقايا مستقبل ولعلنا الآن وبجولة سريعة بين الإحصاءات الأممية نوضح كيف يفقد عشرة أطفال يوميا ساقا أو ساقين في قطع غزة وهو ما يعني ألفي طفل خلال 260 يوما من العدوان الوحشي المستمر فليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا قال أيضا أن هذه الأرقام لا تشمل الأطفال الذين خسروا أطرافا علوية بعدما نجحت قوات الاحتلال في تقسيم أجساد الأطفال لأجزاء علوية وسفلية على مسمع ومرأة من العالم بدوله وهيئاته الأممية ومنظماته الإنسانية ويبحر لازاريني في التفاصيل المخزية لعله يوقظ مواهة القلوب فيقول إن عمليات البتر اتمت في ظروف مروعة جدا وأحيانا دون أي نوع من التخدير فهل تخيل أحد مقدار الألم؟ هل تصور أحد أن بعض الأطفال استشهد من الألم؟ كما تحدث لازاريني عن تقرير نشرتهم منظمة Save the Children غير الحكومية يقدر أن ما يصل إلى 21 ألف طفل في عداد المفقودين منذ بداية العدوان في قطاع غزة إما لأنهم طمروا تحت الأنقاض أو أسروا أو دفنوا في قبور مجهولة أو فقدوا الاتصال بأسرهم وأقاربهم ورغم صعوبة جمع الأرقام والتحقق منها فقد أكدت Save the Children أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة غير مصحوبين بذويهم الذين استشهدوا أو فقدوا تحت الأنقاض وأربعة ألاف طفل باتوا في عداد المفقودين بعدما طمروا تحت الأنقاض والمؤسف أن مأساة غزة تتكرر في تعتيم شديد بالضفة الغربية المحتلة التي تواجه حرباً صامتة حيث أكد لزريني أن كسافة الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية المحتلة أصبحت لافتة وبعد هكذا تصرخ الأرقام الموسقة أممياً من شدة الظلم وهول الوحشية التي يعانيها الفلسطينيون ولا سيما الأطفال في غزة والضفة الغربية المحتلة وهم على الرغم من ذلك قابضون على جمر الوطن وقد أثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا عزاء للمحتل الغاشم فمصيره إلى زوال وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الأرض أعربت اللجنة الأممية للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن خلقها إزاء الانتهات المرتكبة ضد الأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأفاد بيان صادر عن اللجنة أن المعتقلين من رجال ونساء يتعرضون للتحرش والاعتداء والترهيب باستخدام الكلاب إضافة إلى منعهم من التواصل مع أسرهم أو اللجنة الدولية للصديب الأحمر أو التمتع بالضمانات القانونية التي يوفرها لهم القانون الدولي واستشهد في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي ما لا يقل عن ثمانية عشر أسيراً ممن تم الكشف عن هويتهم بالإضافة إلى العشرات من أسر غزة بينما بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من تسعة ألاف وثلاثمائة وخمسة وثمانين فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس منذ بدء العدوان على القطاع إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول اعتبرت الأمم المتحدة أن المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني بقطع غزة لا تحتمل مطالبة إسرائيل بزيادة التنسيق الفعال مع منظمة الإغاثة وتسهيل إيصال المساعدات للقطاع وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان ديجاريكا قال إن العمليات الإنسانية كانت في مرمى نيران بغزة على نحو متكرر وأن المخاطر أصبحت غير محتملة بشكل متزايد كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو بوتيريش قد أعلن الأسبوع الماضي أن هناك عداما تاما للأمن في غزة مما يعوق عمليات الإغاثة بينما تلوح المجاعة في الأفق دعت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إلى تأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع غزة وقالت المندوبة الأمريكية إن آخر تقرير عن الأمن الغذائي يوضح أن الاحتياجات الإنسانية في غزة كارثية مشيرة إلى أن الكثير من سكان غزة يواجهون مستويات من الجوع وأن الوضع قد يزداد سوءا وبشكل سريع لسيما مع التأخير المستمر في تدفق المساعدات هذا وشددت المندوبة الأمريكية على أن أمن التواقم الأممي والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية يمثل لبلادها أولوية قصوى مؤكدة مواصلة الضغط على إسرائيل لخلق ظروف أفضل لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة لكي تتمكن المنظمات الإنسانية من مواصلة العمل بأمان لإنقاذ حياة المدنيين في القطاع تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البرية يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعصفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشحنات الوقود المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم ببرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا ننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية هذه البوابة التي يدخل من خلالها الشاحنات الإغاثية المختلفة من مساعدات غذائية وأيضا مستلزمات صبية وغيرها من الشاحنات الأهم ربما في هذا الوقت وهي شاحنات الوقود تدخل شاحنات الوقود والشاحنات الإغاثية عبر هذه البوابة من خلفي متوجهة إلى معبر كرم أبو سالم وهو المكان الوحيد المتاح أن تدخل من خلاله الشاحنات الآن بعد أن قامت قوات الاحتلال بتعنتها المعروف خلال الفترة السابقة بمنع دخول الشاحنات من معبر رفح الفلسطيني وأيضا قامت بعد ذلك بإحراقه وخرج معبر رفح الفلسطيني عن الخدمة تماما لكن هذا لم يوقف المجهودات المصرية المختلفة لتجهيز الشاحنات الإغاثية المتنوعة لتدخل عبر هذه البوابة من خلفي متوجهة إلى معبر كرم أبو سالم ما دخل اليوم هو خمس شاحنات فقط من المواد الإغاثية وهو عدد أقل من الضئيل حتى ودخل معه عشر شاحنات للبترول أو المواد البترولية منها شاحنة للبنزين وبضعة شاحنات للسولار وبضعة شاحنات للغاز الطبيعي وهذه الشاحنات عادت مرة أخرى بعد أن أفرغت حمولتها بالفعل نتحدث عن شاحنات البترول بعد أن أفرغت حمولتها في الناحية الأخرى وتسلمتها الأمم المتحدة وهذا هو كان الاتفاق بين مصر والأمم المتحدة التي تتسلم هي الشاحنات وتقوم بتوزيعها في الناحية الأخرى لكن حتى الناحية الأخرى في قطاع غزة يعني تجد الأونر والأمم المتحدة صعوبة وفي بعض الأحيان منع من توزيع هذه الشاحنات وهي جزء أيضا من التعنت الخاص بقوات الاحتلال لفرض الإبادة الجماعية بشتى الطرق إما بالقصفة المستمرة على جنوب قطاع غزة وتحديد رفح الفلسطينية وفرض أيضا عدم دخول المواد الغذائية إلى شمال قطاع غزة وهو ما أدى إلى وصول على حفة المجاعة حسب تصريحات الأمم المتحدة والأونروا وغيرها من المنظمات الأممية لكن هذا لا يمنع قوات الاحتلال من الاستمرار نهج الإبادة الجماعية بحق الأشقاء الفلسطينيين وهذه هي الصورة من أمام بواب نوع ورفح المصرية والآن أعود عليكم مرة أخرى عقدت الأمانة العامة لجماعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي المحتلة اجتماعا موسعا بين الأمانة العامة ووفد دائرة مناهضة الفصل العنصري بمنظمة التحرير الفلسطينية يهدف الاجتماع لمناقشة استراتيجية عمل دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية ومخرجة الملتقى العربي لمناهضة الاستعمار الاستيطاني ووقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين كما تم استعراض مجالات التعاون والتنسيق في إطار رؤية الجامعة العربية لوقف حرب الإبادة الجماعية وتنسيق العمل في إطار التكامل لخدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية كان التركيز على خطة التحرك التي أقرها الملتقى العربي الذي أنهى أعماله قبل يومين في مقر اتحاد المحامين العرب ووضع تصورا لخطة التحرك من أجل دفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومناصرته في محنته في هذه العدوان وهذه الحرب الإبادة التي يتعرض لها تدارسنا عدة نقاط المتعلقة بالأبارتايد بالأبارتايد المسلط على الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية وبصفة خاصة في غزة الغزة المعتدى عليها من طرف الكيان السهيوني الآثم المجرم الذي تحدى كل القيم العربية والقيم الإنسانية عقد وزير الخارجي سامح شكري جلسة مباحثة موسعة وثنائية مع نظره اليمني شائع محسن الزنداني في إطار جولة الحواري الاستراتيجي بين البلدين تناولت المحادثات التعاون الثنائية وخلال اللقاء أكد شكري تأييد مصر لجميع الجهود رامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وأعرب الوزيران عن قلقهما من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة الدولية هذا واستعرض الوزيران التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية على رأسها الصومال والسودان وسوريا وليبيا فضلا عن الأزمة في قطع غزة حيث جدد شكري التأكيد على موقف مصر الرافض لسيطرة إسرائيل عسكريا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني محذرا من تداعيات التصعيد المستمرة بما ينظر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع بالمنطقة أعلنت قوات الحوثي أنها استهدفت سفينة في خليج عدن ومدينة إيلات السحلية جنوب إسرائيل من جانبه أوضح مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني أن الهجوم على السفينة وقع قبالة ساحل عدن مضيفا أن قبطان سفينة تجارية أبلغ بسقوط صاروخ في المياه قرب السفينة دون أن يتسبب في إصابة أي منطقمها في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم أن طائرة مسيرة سقطت قبالة ساحل إيلات وأنه تم تفعيل سفرات الإنذار في المنطقة شن الطائرة الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل ببلدة شبعب جنوبي لبنان بزعم أنه موقع تابع لحزب الله اللبناني في المقابل نفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات ورشقة الصاروخية ضد قوات الاحتلال ومواقع عسكرية إسرائيلية حيث دوت صافرات الإنذار عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية وفي مناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى تأتي الهجمات التي ينفذها حزب الله اللبناني ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل في الجنوب اللبناني وسط مخاوف من التسعي رقعة الصراعي بالمنطقة في الأثناء اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بدعم خطة إسرائيل لشني هجوم على حزب الله اللبناني وخلال كلمته أمام البرلمان التركي أكد أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب لبنان في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل داعيا دول المنطقة لدعم غيروت واتهم الرئيس التركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالتخطيط لتوسيع نطاق حرب غزة في المنطقة معتبرا أن تلك تطورات ستؤدي إلى كارثة اعتبرت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجت رشدي أن سوريا تمر بأزمة خطيرة داعية إلى ضرورة وصول المساعدات دون عوائق بكل السبل وخلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أكدت رشدي أن السوريين يعيشون في أجواء من الخوف بسبب الوضع المتوتري لديهم سوريا في أزمة خطيرة ولا يمكن معالجة أي من مشاكلها الكثيرة بشكل مستدام دون حل سياسي أصوات السوريين في الداخل والخارج لا تحتاج إلى الاستماع إليها فحسب بل إلى الانتباه إليها الكثير من السوريين يعيشون في أجواء من الخوف بسبب الوضع الذي لا يزال متوترا من جانبه أكد مدير شعبة التنصيق في مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أن سوريا تواجه أعلى مستويات الاحتياجات الإنسانية منذ بداية الأزمة المستمرة منذ ثلاثة عشر عاما مشددا على ضرورة الحاجة إلى ظروف أكثر ملاءمة للاستجابة الإنسانية الفعالة تواجه سوريا أعلى مستويات الاحتياجات الإنسانية منذ بداية هذه الأزمة المستمرة منذ ثلاثة عشر عاما والوضع مستمر في التدهور مع مرور كل شهر الحاجة إلى ظروف أكثر ملاءمة للاستجابة الإنسانية الفعالة لم تكن بهذا الحاج في أي وقت مضى وهذا يتطلب الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق كما يتطلب موارد كافية حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات الحيوية لملايين الأشخاص الذين يحتاجون إليها أكدت لجنة الإنقاذ الدولية أنه بدون تحول في النهج الدولي من الجمودي إلى العمل فإن السودان يواجه خطر التمزق بسبب الصراع مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على ملايين المدنيين والأمن الإقليمي وصرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجاء أن السودان يواصل الانزلاق نحو الفوضى مع تفاقم الأزمة الإنسانية سقوط حر هكذا وصفت لجنة الإنقاذ الدولية ما يجري في السودان مع تفاقم الأزمة الإنسانية التي باتت المشاهد تتحدث عنها بالصوت والصورة وتثبتها الأرقام فتقرير لجنة الإنقاذ الدولية الذي صدر في نيويورك أشار إلى أن تقديرات ضحايا الحرب في السودان تصل إلى 150 ألف شخص أي أعلى بكثير من التقديرات المعلنة التي تتحدث عن نحو 15 ألف قتيل فقط أما عن النازحين فحدث ولا حرق مع تسجيل السودان أكبر عدد من النازحين داخليا في العالم حيث فر إسنى 10 مليون شخص من بيوتهم منذ بدء الاشتباكات منهم 10 ملايين داخل السودان ومليونان إلى بلدان مجاورة وما بين القتلى والمشردين حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن الأزمة الإنسانية في السودان ستتفاقم وأكثر ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة لمعالجة الوضع الذي مزقته الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل من عام 2023 مطالبة بتحول في النهج الدولي من الجمود إلى العمل إنقاذا لملايين المدنيين والأمن الإقليمي تحزيرات جاءت بعدما تحدثت الأرقام الدولية عن وجود 25 مليون شخص من سكان السودان البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والحماية في حين يواجه 18 مليون شخص آخر عدام الأمن الغذائي الحاد في ظل نقص في الغذاء والمياه والدواء والوقود تقرير لجنة الإنقاذ الدولية جرس إنذار جديد يضاف سلسلة من الإنذارات الدولية التي كان آخرها إعلان مجلس السلم والأمن الأفريقية تمسكه بخارطة الطريق الرامية لتعزيز السلام في السودان وإعادة ضبط الاستجابة الإنسانية بشكل عام ومع تفاقم الأوضاع يبقى تصدر السودان قائمة الطوارئ التي أصدرتها اللجنة الدولية للعام الحالي واحتلالها المركز الأول قبل غزة كثير بالتأكيد على حتمية وضع وقفة دولية جادة تنقذ البلد الممزق من حافة الانهيار اليوم قبل غد يشارك الرئيس الأوكراني فولادي مارزلنسكي غدا الخميس في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث سيوقع اتفاقا بشأن التزامات أمنية للاتحاد الأوروبي تجاهكي من جانبها أوضحت الرئاسة الفرنسية أن للاتحاد الأوروبي التزامات أمنية بمساعدة كييف في مواجهة روسيا فضلا عن اتفاقات ثنائية موقع بين أوكرانيا ودول أعضاء من بينها فرنسا وقد صادقت الدول الأعضاء في التكتل على اتفاق بشأن هذه الضمانات الأمنية التي من المقرر توقيع اتفاق بشأنها بقمة الاتحاد هذا قد أعلن الرئيس الأوكراني فولادي مارزلنسكي أنه توجه إلى مدينة بوكروفيسك القريبة من نقطة ساخنة في منطقة دونسك شرق البلاد هذا وقد ناقش زيلنسكي الوضع العسكرية والأمنية مع كبار القادة العسكريين وجاءت الزيارة بعد أيام على تعيين زيلنسكي قائدا جديدا للقوات المشتركة عقب انتقادات لسلفه في وقت توجه في كييف صعوبة في التصدي لقوات موسكو في الشرق منذ أشهر أكدت الخارجية روسيا أن موسكو لا تستبعد الرد العسكري على هجوم أوكراني على شاطئ القرم بصواريخ أتا كامز قدمتها الولايات المتحدة لكييف كانت روسيا قد اتهمت يوم الأحد الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجوم شنته أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بخمسة صواريخ زودتها بها واشنطن ما أصفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 151 أخرين أعلنت الإدارة الروسية لمحطة زابوريشيا للطاقة النووية في أوكرانيا أن قصفا أوكرانيا دمر مقرا للتحكم في الإشعاع في منطقة زابوريشيا وصرحت الإدارة أن المتخصصين قد نفذوا في المحطة عدد من الإجراءات للسيطرة على الوضع الإشعاعي في المنطقة وأضفت الإدارة أن مستويات الإشعاع لا تتجاوز المستويات الآمنة اختار أعضاء حلف شمال الأطلسي نيتو رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا لمنصب الأمين العام المقبل خالفا يانس تولتنبرغ والذي من المقرر أن تنتهي ولايته في الأول من أكتوبر المقبل جاء إعلان اختيارتك إجراء شكلي بعد أن أعلن منافسه الوحيد على المنصب الرئيس الروماني كلاوز يوهانس الأسبوع الماضي انسحابه من المنافسة لعدم حصوله على الدعم الكافي منافسة إجراء ومنافسة إجراء ومنافسة إجراء منافسة إجراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي السابق يانس تولتنبرغ عن رضائه لاختيار مارك روتا خلفا له مشيرا إلى أنه يعلم أنه سيطرق الناتو في أياد أمينة مشددا على أن مارك روتا هو مناصر حقيقي للعلاقات بين دول الحلف وقائد قوي وصانع للتوافق وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين قالت إن القيادة والخبرة أمران مهمة للحلف خلال هذه الفترة الصعبة معربة عن تطلعها للعمل مع روتا لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فالستين باتجاه البحر الشرقي خلال الساعات الماضية مجددين التزامهم برد مشترك على تهديدات كوريا الشمالية كما اتفقوا على مراقبة أي استفزازات أخرى من جانبي بيونج يونج كانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان صباح اليوم إلا أنه انفجر في الجو وفشلت عملية الإطلاق استمرارا لحالة التصعيد في التوترات بشبه الجزيرة الكورية أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا كان يتجه إلى البحر قبالة الساحل الشرقي في محاولة لاستعراض عسكري على ما يبدو وذلك في اليوم التالي للذكر الرابعة والسبعين لبداية الحرب الكورية ورغم أن عملية الإطلاق قد فشلت بالأساس إلا أن الجارة الجنوبية واليابان كانت ترصدان بترقب وحذر التجربة الجديدة واعتبرت أنه يأتي ضمن ما أسمتها بالاستفزازات التي تقوم بها الجارة الشمالية وفور إطلاقه أكدت الجارة الجنوبية أن بيونج يانج استخدمت صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت في عملية الإطلاق بينما أوضحت اليابان بحسب رصدها أن الصاروخ حلق على ارتفاع حوالي 100 كيلو متر وبمدى يتجاوز المائتي كيلو متر وتنفذ كوريا الشمالية العديد من التجارب الصاروخية بمنطقة قريبة من عاصمتها بيونج يانج كان آخرها التجربة التي أجرتها في السلاسي من مايو الماضي واستنتقادات غربية واسعة وعقوبات من الدول الأوروبية ومجلس الأمن بسبب برنامجيها الباليستي والنووي لتضع التجارب الكورية الشمالية والمناورات الأمريكية مع جارتها الجنوبية واليابان المنطقة برمتها على صفيح ساخن في شأن آخر أكد المتحدث باسم مطار إنشون الدولي بكوريا الجنوبية أن عمليات الإقلاع والهبوط بالمطار تعطلت اليوم لنحو ثلاث ساعات وذلك بسبب بلونات مليئة بالنفايات أطلقتها كوريا الشمالية أوضح المتحدث باسم المطار أن بلونا استقر على المدرج بالقرب من إحدى صلاة الركاب ما أدى إلى إغلاق المدارج الثلاثة بالمطار مؤقتا ومنوها إلى أنه تم رصد عدة بلونات داخل حدود المطار وحوله وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها العمليات في المطار والذي يبعد نحو أربعين كيلو مترا عن الحدود مع كوريا الشمالية بسبب وجود بلونات بالقرب منها ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن روسيا ستستأنف خدمة قطارة الركاب المباشرة مع كوريا الشمالية في يوليو بعد توقف دمى لأربع سنوات بسبب جائحة كوفيد-19 ونقلت الوكالة عن حاكم منطقة بريمورسكي كراي في شرق روسيا والمتاخمة لحدود كوريا الشمالية قولا أن القطارات ستسير من مدينة فلاديفغستوك إلى ميناء راسون في كوريا الشمالية وزار الرئيس لديمير بوتين كوريا الشمالية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2000 لتعميق علاقات موسكو مع بيونج يانج وتوقيع اتفاق ثنائي يتضمن تعهدا بالدفاع المتبادل أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 26 طائرة عسكرية صينية بما في ذلك مقاتلات من تراز جي-16 بينما كانت تقوم بدوريات استعداد قتلي مشتركة مع سفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة صرحت الوزارة أنه تم رصد هذه الطائرات العسكرية الصينية ابتداء من الساعة السابعة صباحا بتوقيت المحلي للجزيرة وأشرت الوزارة إلى أن بيكين قد كثفت في السنوات الأخيرة ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان والتي تعدها جزءا لا يتجزأ من البر الصيني ملفات المتعددة ينتظر أن تتناولها أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب ويتصدر الملف الاقتصادي لاهتمام الشعبية في الولايات المتحدة فضلا عن الأزمات والتحديات الدولية يترقب الأمريكيون أول مناظرة تلفزيونية بين الرئيس الحالي جو بايدن الساعي لولاية ثانية وغريمه السابق دونالد ترامب الحالم بالعودة إلى البيت الأبيض مجددا الملفات الاقتصادية الساخنة تفرض نفسها على مناظرة بايدن وترامب ومن أهم القضايا الاقتصادية الرئيسية التي من المحتمل أن تكون محور النقاش معدلات البطالة وظروف العمل ومن المتوقع أن يتم التطرق إلى استراتيجية الاتفاقات التجارية والعلاقات الدولية التجارية للولايات المتحدة بما في ذلك التحديات مع الصين إضافة إلى خطط الضرائب والإنفاق والديون الحكومية وتظهر استطلاعات الرأي منافسة قوية ومتقاربة بين الديمقراطي بايدن البالغ من العمر 81 عاما والجمهورية ترامب البالغ 78 عاما مع وجود شريحة كبيرة من الناخبين لم تحسم رأيها قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات ويتطلع ترامب إلى الترويج لسياساته وتقديم نفسه كمنقذ للاقتصاد الأمريكي متسلحا باستطلاعات رأي لا تزال تضعه في المقدمة وينظر إلى المناظرة التي من المقرر أن تستمر لمدة 90 دقيقة باعتبارها مباراة أولى حاسمة للشكل السباق الرئاسي على اعتبار أن المتنافسين شغل منصب الرئيس بالفعل من قبل ولكل منهما سياساته المجربة عمليا لا سيما فيما يخص المشهد الاقتصادي أطلقت محكمة في دزيرة سايبان بالمحيط الهادي سراحة مؤسسي موقع ويكليكس جوليان أسانج جاء ذلك بعد إقراره بالذنب بانتهاء قانون التدسس الأمريكي ضمن صفقة سمحت له بالتوجه إلى وطنه أستراليا فعلى مركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات في مقاطعة هيلونج يانج شمال شرقي الصين وذكر المركز أن الاستجابة لحالة الطوارئ للفيضانات من المستوى الثالث في مقاطعات تي جيانج وأنهوي وجيانج تي وهنا انضلت قائمة وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة على الروافد الوسطى والسفلة لنهر الينجيتسي مع هطول أمطار غزيرة في أجزاء من هونان وجينجشي وأنهوي وشي جينج في الأيام الثلاثة المقبلة عقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعه الأول بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين بمقر التحالف بالقهرة الجديدة هذا وتم انتخاب كل من المهندس خالد عبد العزيز رئيسا لمجلس الأمناء والدكتورة عهود وفي نائبا لرئيس مجلس الأمناء والنائب محمد الجرحي أمينا لصندوق التحالف كما تم انتخاب كل من الدكتورة ماردريت ساروفيم والسيد محمود فؤاد عضوين للمكتب التنفيذي للتحالف وقد أصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مقرم رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كما تم خلال الاقتماع مناقشة لائحة النظام الأسسي تمهيدا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني عقاد لها أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر عن تنظيمها فاعلية لمناقشة التحول الحضري العادل في مصر وتسليط الضوء على مفهوم المدن الشاملة والمرنة كجزء من الشاركة المستمرة بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي يأتي المؤتمر كنتاج تعاون بين ثلاثة مشروعات تابعة للوكالة وهي مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الممولين من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية طيب يكن نهاردة بنتكلم على المؤتمر الليحن فيه النهاردة هو بكورة نجاحات الصندوق التنمية الحضرية أو نقول مصر عمتا مصر الوزارة التعاون الدولي ووزارة الإسكان صندوق التنمية الحضرية مع الجانب الأوروبي والاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الدولي الألمانية هنا بنتكلم على أننا عملنا معهم مشروعات كتير جدا في الفترة اللي فاتت مبادرات اللي هي BIP, BDP, CUID كل دي مشروعات تمت ما بينهم ومبينهم على مدار السنوات اللي فاتت سعيد بتواجدي هنا نحن نتعاون مع الحكومة المصرية منذ سنوات في مجال تطوير المناطق غير الآمنة والامتداد الحضاري وهؤكد أننا نجحنا في إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بالقضاء على المناطق غير الآمنة بل وتطوير ورفع كفاءة مناطق أخرى في العديد من المحافظات ومنها الصعيد وخلق مجتمعات حضرية جديدة نحن مستمرون في هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الألمانية وشركائنا بالقافرة التعاون بين مصر وألمانيا يعود إلى تاريخ طويل وهو تعاون ناجح ولدينا خبرة طويلة في التعاون بين وزارة الاقتصاد ووزارة التعاون الدولي ونحن فخورون جدا بهذا التعاون وصلنا مشاهدين إلى نهاية النشرة إليكم تذكرة بأبرز العنوين الرئيس سيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مدبول يتابع موقف تجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويوجه بالالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ وتعويض المستحقين تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع وستين بعد المائتين على التوالي وواشنطن تدعو إسرائيل لتأمين إصال المساعدات الإنسانية للقطاع بختام العنوين نصل معكم لختام نشرة الثالثة شكرا للمتابعة وادمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر